شايف الاستحقاق الدستوري السنة دي ازاي؟ كسياسي وكأستاذ قانون الدستوري؟ طيب نتكلم الأول كقانون دستوري كقانون دستوري احنا عندنا المواد 87 و 88 بتتحدث عن ذلك أولاً المادة 87 بتتحدث على أن ده حق وواجب والتزام الدولة المصرية أن هي توفر كل الإمكانيات لتسهيل العملية الدستورية لأن ده احنا بتتكلم على الاستحقاق الدستوري الهام عندنا انتخابات رئيس الجمهورية ثم انتخابات مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ ثم إن شاء الله نأمل أن تكون فيه انتخابات المحلية طيب المادة 88 بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن انتخابات المصرين في الخارج ده كان كفاحنا أنا وحضرتك والعديد من الزملاء أني مش معقولة المصرين في الخارج عمالين بيتحدثوا أن انتخابات بتاعتهم وبنشوف إحنا كنا بنشوف هنا السفرات يقولك فيه يقولك أصل فيه انتخابات مثلاً إيطاليا إيه ده هما اللي بره دول بينتخبوا آه طب هما للناس بتوعنا ليه ما بينتخبوش فكان هذا الكفاح اللي بعد 2011 إن نشوف يوم من الأيام المصريين في الخارج يباهوا ويرفعوا رأسهم إن هما بينتخبوا في خارج مصر اليوم ده شوفناه الحمد لله أصبح استحقاق دستوري مش مجرد حق قانوني لا هو حق دستوري ثم القانون ابتدى إنه هو ينظم أنا أتذكر بس أتتذكر ده أكتر مني كنائب وسياسي إنه الإخوان كانوا ضد فكرة تصويت المصريين في الخارج طبعاً وقالوا هما إيه علاقتهم بالداخل المصري دون انقطعت بيهم الصلاة عارف ليه لإن هما كانوا عارفين إنه الكتلة التصويتية المهمة بالزاد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأغلب دول أوروبا كتلة تصويتية إحنا بتكلم على سبعة تمانية مليون فهم عارفين إنه دي ممكن تغير المعادلة ضدهم فبالتالي كانوا هما ضد هذا الكلام وبالتالي إحنا استطعنا دي أنا بعتبرها من المنجزات إن أكبرناهم على هذا إجباراً وبالتالي ده اللي عشان كده أنا بشوف المصريين في الخارج هي ناحية كرنفالية أنا لما أشوف المصري والنازل متأخدش الأمور بالبساطة دي لما يكون شايف في لندن أو في ألمانيا أو في النمسا أو الولايات المتحدة الأمريكية في عز مدرجات الحرارة ما دون السفر واغدين أطفالهم معاهم ده نوع من أنواع الزرع الوطنية للدولة المصرية في قلوب أطفالنا وبالتالي أنت بتبني على ده يعني أنا لسه كنت بتحدث مع أحد المصير في الخارج بيكلمني على شباب صغير لأول مرة سنه 18 سنة ولأول مرة في تاريخ حياته بيمارس هذا الاستحقاق خارج مصر شوف بقى فرحة هؤلاء الشباب لأنه طبعا بلخس 18 سنة فأول حاجة قبلته هو الاستحقاق الرئاسي كان حارس أشد الحرص على التواجد في ده طيب لما نيجي نتكلم على الناحية السياسية إحنا وأنا وحضرتك كفحنا في ده كتير وكفحنا ده في الميادين كتير أن نفسنا في يوم من الأيام أن إحنا نشوف بلدنا أحسن بلد مؤمنين أنا وإنت أن إحنا في مرحلة تحول دموقراطي في فترة مرحلة انتقالية وفي مرحلة الانتقالية لابد أن تكون هناك لبنى بناء حجر تبتدي بي وتبني على أساسه فإحنا دلوقتي في مرحلة التحول الدموقراطي إيه اللي إحنا محتاجينه؟ محتاجين أن إحنا يكون عندنا فيه تعددية حتى ورغم كان التنافسية آه التنافسية مش كبيرة وإحنا مؤمنين بده لكن مؤمنين أن فكرة التعددية في حد ذاتها لأول مرة نشوف مراشع هو لك والله نعمل مؤتمر في اسكندرية وهعمل مؤتمر في أسوان وشايف أني فيه أريحية شديدة جدا بشوف الناس بتطلع فيه البرامج ويبتدي ينتقد النواحة الاقتصادية والنواحة السياسية بأريحية شديدة جدا وعندنا مرشح رئاسي يمكن زاملنا أنا وحضرتك الدكتور فريد الدكتور فريد زهران طبعا وزاملت أنا كثيرا لأن أنا يعني شرفت في يوم الأيام أن أنا كنت متحدث باسم حزب معارضة كبير زي حزب الوصد فإحنا بنتكلم على أريحية شديدة جدا لبنا ابتدينا بيها كمصريين وبنبني عليها الشعوب بتقاس بإيه؟ بتقاس بمدى اهتمام شعب أي دولة باستحقاقات الدستورية ولذلك بيقولك إيه؟ أو العنوان في الأخبار يقولك مثلا في ألمانيا حصل كذا كذا ونسبة التصويت كانت حوالي 80% في دولة كذا كذا ونسبة التصويت حاجة وستين في المية وهكذا يعني باختصار شديد جدا حتى وسائل الإعلام العالمية بتهتم هل الشعب ده بيهتم باستحقاقاته؟ هل هو بينزل بغضار عشان يكون هذا الاستحقاق ينجح حتى ولو كان لسه في بدايته؟ أنا بقول للمصريين سواء في الدخل وفي الخارج إحنا لسه في مرحلة تحول ديمقراطي إن يكون عندي دستور ينظم الانتخابات إن يكون عندي دولة صلبة إحنا بنتحدث بمنتهى الفخر إن مصر على الرغم من تحدياتها الخارجية عندنا من كافة المساعدات بنقدمها الغزة مصر يا جماعة في بوطقة من النار حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية كلها حروب وكلها صراعات والأشقاء في الثلاث دول دول موجودين أغلبهم ضيوف عندنا معززين مكرمين مرحب بيهم طبعا ولكن هذه الصلابة اللي أنا بفتخر بيها بعد هذه السنوات إن مصر دولة صلبة قوية بتواجه تحدياتها الخارجية ومشاكلها الاقتصادية ورغم ذلك استحقاقاتها الدستورية بتجري في أمن وأمان شديد